وطبعا يعني أنا عاوز أقول كمان على شيء مهم أن نحطه في موضوع الوحي اللي هو يعتبر معجزة اللي هو موضوع النبوات يعني لما الكتاب المقدس بيتكلم عن نبوات لا حصرة لها مش بس نبوات عن مجيء المسيح الأول وفي نبوات عن مجيء المسيح الثاني لكن حتى بالتدرج بتشوف أنه الأنبياء بيتنبأوا عن شعوب عن ملوك عن ممالك لدرجة أنه الشعياء بيتنبأ عن كورش ملك فارس اللي بيسترجع أو بيكون سبب رجوع اليهود من السبي إلى أورشليم وكان هذا قبل يمكن 200 سنة أو 150 إلى 200 سنة فالنبوات طبعا دور مهم صحيح يقال أن في الكتاب المقدس أكثر من عشر تلاث نبوة وزي ما حك تفضلت مش كلها عن المسيح مع أن فيك نبوة كثيرة جدا تمت بدقة بلغة لكن مثلا تكوير 15 لما الله بيقول لإبراهيم أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم يستعبدون لهم ويظلونهم 400 سنة ثم بعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة والأمة التي تستعبدها أنا أدينها يقول الرب الكلام ده بكل دقة تم فراحوا إلى مصر استعبدوا في مصر زي ما قلنا الأصحات الأولى من سفر الخروج وبعدين خرجوا بأملاك جزيلة والمدة الزمنية والمدة الزمنية بالضبط في ذلك اليوم عينيه زي ما قلنا خروج 12 أخرج الرب بني إسرائيل يبقى إذن المدة محددة بالضبط بعدين لما تقرى في سفر إرمية سبعين سنة حيعودها الشعب في بابل وبعدين دانيال كان موجود في السبيل البابلي وبيقول أنا فهمت من كتب كمالة عدد السنين التي قال عنها إرمية النبي خلصت السبعين سنة فصلى وجات له الإجابة يبقى نبوات في منتهى الدقة تمت والبعض منها يتم الآن وسيتم عن قرين